كينج اعلانات رمضان الثانية. حصل ازاي ده? صدفة ولا? اه لا والحمد الله انا بقالي فترة في سيزون بتاع رمضان يعني مركز شوية. لانه هو اه يعني الاعلانات لها ناسها. اه هما جم زحمونا شوية في الشغل بتاعنا. فاحنا كمان دخلنا الحتة دي. يعني زميلنا بقى يعني فيه السباق كده ودي بيننا. السهل فاتت كمان خلي بالك انا عملت شكرا من هنا البكرة وعملت اه نجاح كبير. اه طبعا هو مش اول سنة طبعا يعني. اه مع جملة اعلانات اه. كان السنة دي بقى كان فيه التركيز كان اكتر. يعني السنة دي كان فيه دايما على بالي ليسة كان فيه اصمراني اه حسين الجاسمي كان فيه الساعات الحلوة انغام ومحمد رمضان كان فيه روبي ودينا الشيربيني طبعا. اه يعني كان فيه حاجة كتيرة وفي المسلسلات كمان الحمد لله كنت موافق مع اكرم حسني وما اه. اه قدنت تكتر مسلسل صدفة كمان. وجودر مزيكة جودر كان بالنسبة لي مهمة جدا. اه اللي انت نسيت تبعتها لي عشان نعبها في الحلوة المهاردة. انا اسف جدا. انا اسف. انا ابتكرت دلوقتي. ناس يدخلوا بقى على البلاد فورمز ويسمعوا. اه يعني بس بجد يعني مقطوعة جودر دي كانت حاجة كده فعلا حسيتنا بزمن الموسيقى والخيال والف الليلة والليلة. يعني الوتريات والتوزيع بتاع الاغنية كمان. صح. بتاع. اه. اسما الهندي الموزع. كانت خطيرة. اه. دي عملتها ازاي? هي دي تعاملت قبل المسلسل بفترة قصيرة جدا. كلمني محمد السعدي اللي هو المنتج المعروف. وياسر جلال ممثل بطل العمل. وقالولي احنا عايزين اه موسيقى البداية عايزين جملة تبقى هوك. يعني عايزين جملة الناس تحفظها وهي مزيكة بس مش اغنية. مهم. وانت هتعملها واكيد هتعملها ومش عارف ايه بتاعه. وكان ناقص على رمضان اسبوع وحق. مهم. عادت اشتغلت وبعدت لهم المنزيكة بالعود كده. اه. طلعت معك. حافز كلمات انت مغنيها بقى بقى ان لي مش عندنا الوغنية. مينزيكة بس. اه مفياش كلام. اه. اه. فبعدت لهم كده. قربوا المايك. فبعدت لهم بالعود. ممكن تحركوا كده. عجبته جدا. اه ساعدي. وقال لي يلا. كلمت اسامة الهندي واشتغلنا في في وقت قصير جدا. يعني الناس ما تسمع المنزيكة في افتكر ان احنا عادنا مسلا شهر انا. اه. انا شخصيا عادت فيها ساعتين. اه ساعتين بكاش فيها كلام خالص. اه. ساعتين بس تقريبا شغل بالنسبة لنا. وبعد كده اسامة الهندي. بس تقصح بقى ان انت مبقاش عندك كلام صح? طبعا ده بالنسبة لي حاجة اه. انا بقى من غير كلام ولاقي فيها الحان. حلوة. وما كنتش حارة بعملها ازاي لان انا بيحركني الكلام. انا بعملش. طبعا يعني اول مسلا ممكن يجي لك الكلام او انت تكتبه. طبعا. وتبتدي بقى اسهل بالنسبة لك انك تتحرك. طبعا. اه معرفش هلحان كده جمل من غير كلام. ايه اللي محركني. بس بس ده يعني كانتش علمتش وانا دخلتها. اه. وظهر ان انا بعرف اعمل كده. بس دي اول مرة بالنسبة بلك تكتشف نفسك في مجال المقطوع الموسيقى. او المرة اعمل اه تتر مزيكة بس. وما اخدش منك وقت. وكنت. ساعتين. اه ساعتين. اه. فما كانتش عملية صعبة. لا لا.